طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريقي كي أرام يا طيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريقي كي أراه يطيب وللطريقي كي أراه يطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الصلاة وعمارة الدنيا وكسب الآخرة الصلاة لا ارتباط بالحياة كلها والصلاة تصنع الفرد ليكون فردا إيجابيا فردا عاملا يكسبوا يكدحوا يعمل والأمة عاشت بين الصلاة وصية والعمل غرسا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يودع الأمة يقول الصلاة والصلاة ومملكت عيمانكم ويقول في حديث آخر عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يدها حركم فسيلة إن ازطاعة أن يغرسها فليغرسها أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة ارتباطها بالعمل تحول المصلي إلى يد عاملة يد منتجة لا قيمة لمن يقف مصليا وهو قادر على العمل وهو يعيش خاملا يعيش متوسلا سائلا للناس وهو القادر على العمل ولذلك الله جل وعلا يربط الصلاة بالكسب والكرح والعمل فيذني على أصحابها وعلى أربابها الرجولة خرجت من المسجد نعم لكن بصفات العمل بصفات الكتسب بصفات التجارة بصفات الثروة ولذلك أخطر ما يهدد المجتمعات الفقر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء صباح ومساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر بل إن الشيطان في قضية وسوسه لا يتعدى الوسوسة مع الإنسان لكن الشيطان في حال الفقر يكون عامرا لأن الإنسان قد يضع في حال فقر لا قدر الله فيقول الله جل وعلا لننتبه الشيطان يعيدكم الفقرة شوف ويأمركم بالفعشاء يأمركم أصبحوا عامرا في حال الفقر ولذلك الصلاة تصنع مجتمعا مسلما منتجا عاملا فيقول ربنا جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدور رجال منهم؟ قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذه القضية المهمة من صفاتهم أنهم أصحاب البيع والشراء بمفهوم الشامل هو كل مصلحة المالية بين فردين كل مصلحة مردية بيع والشراء نقدان الموظف في وظيفته العامل في عمله المهندس في ورشته الطبيب في عيادته بينه وبين المجتمع جمال مالية مصالح مالية هذه المصالح المالية الصلاة تصنع من الإنسان أن لا يكون خاملا وهو القادر على العمل ولذلك ربنا جل وعلا قال في بيوت أذين الله ما قال أن تبنى أن ترفع وسلاة عند هذا لكن الشار سيدنا عمر بن الخرطاب وما أحوجنا لدرة عمر أحيانا رضي الله عنه وأرضاه دقل يومنا المسجد فرأى مجموعة من الشباب انقطعوا عن العيات كسبا وعملا قال من أنتم قالوا نحن المتوكرون على الله انقطعوا قال من أين تأكلون قالوا من الجيران من الناس قال انتظروا فأحضر درته وضربهم وقال اعملوا أنتم المتواكلون اعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة هذه الصلاة تصنع منك وأنت كذلك إن شاء الله عاملا إيجابيا تصنع منك منتجا تصنع منك عاملا تكدح من أمس كالا من عمل يده بات مغفورا لا تأملوا إلى قول الله جل وعلا في هذا النص الله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ترفع بنيانا لترفع المصلية كسبا ومالا واستثمارا وكدحا وعملا حتى لا يبقى عالة وهو قادر على العمل يتحرك في المجتمع بروح العمل وبروح البدلي وبروح الكسب الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شابا يقف في المسجر يسأل الناس فناداه رسول الله وسلم قال إنك متى قال نعم قال أحضره فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين قال درهم اشتري بعض حاجة لأهلك ودرهم اشتري به فاسا واتري به فذهب الرجل اشترى فاس فذبته النبي عليه الصلاة والسلام على العصاء ثم قال اذهب واحتطب ولا عرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع ويشتري وعال بعد خمسة عشر يوما امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغيرت الصورة وتغيرت الحقيقة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليس هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في وجه مسعة لحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وليس معنى ذلك أن السؤال حرام مطلق أبدا قد يسأل الإنسان لحاجة ولذلك لأن الإسلام دائما يعلمنا الكسم وليس هذا فقط بل إن أم المؤمنين عائشة هذا ليس للرجال فقط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعرضها تقول اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي ماد فيه صلى الله عليه وسلم يعني أمهات المؤمنين فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا قلنا يا رسول الله من أولنا لحقا بك بعد أن تموت لأن كل وحزة هي زوجة لرسول الله في الدنيا عليه الصلاة والسلام وزوجة في الآخرة فقال عليه الصلاة والسلام أطول كنا يدا أول كنا لحقا بي ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضها فكنا نجتمع أي أمهات المؤمنين ونتطاول بالأيدي أينا تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى فأول من لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جعش رضي الله عنها وارضها قالت أم المؤمنين عائشة وكانت زينب تجيد الغزلة والخياطة فتغزل وتخيط وتبيعه وتتصدق به على الفقراء والبساكين فعلمنا أن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطولنا يدا بأكثرنا صدق إذن إن رسول عليه الصلاة والسلام يريد للمرأة أن يكون عندها مغزل زينب مغزل زينب خياطة مغزل زينب في أدوات في مهنة مغزل زينب بما يحفظ لها كرامتها بما يحفظ لها شخصيتها بما يقضي لها حاجتها إننا بحاجة لهذا البنفوم إن الصلاة الله جل وعلا يقول أدنى الله أن ترفع بنيانا ليرتفع المصلية كسبا ومانا واستثمارا ترفع بنيانا لترفع المصلية خلقا فاضلا وسلوكا كريما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر الفعشاء في القول والمنكر في الفعل إن الصلاة تصيغ العبد المصلية ليكون فردا بسلوكه وأخلاقه مستقيما فالناس يأمنون على أعراضهم يأمنون على أموالهم يأمنون بخلاله على أرواحهم إن الصلاة إن البيوت ترفع الله جل وعلا في بيوت أدنى الله أن ترفع ترفع بنيانا لترفع المصلية خلقا فاضلا وسلوكا كريما ترفع بنيانا لترفع المصلية خشة من الله سبحانه وتعالى وقربا قال جل وعلا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأمصار الخشة من الله جل وعلا نعمة من الله سبحانه وتعالى الخشة من الله طمانينة الخشة من الله سبحانه وتعالى أمن الخشة من الله توفيق الخشة من الله تبعث على الإنسان الطمانينة والرضا والسكون عندما يخشى الله سبحانه وتعالى وأكمن إن شاء الله بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أسعد قلوبا بالهداية والتقام وللطريقي كي أراه يطيب الله جل وعلا قال في بيوت أذر الله أن ترفع ترفع بنيانا لترفع المصلية خشة من الله وقربا الإنسان كلما خاف من الله جل وعلا عاش الطمانينة حاش الاستقامة عاش الطاعة بكل صورها ومن يخاف من الله في الدنيا يؤمنه الله يوم القيامة من خاف من الله جل وعلا اليوم أمنه الله جل وعلا يوم القيامة إنها الصلاة التي تربي في الأطاصل هذا ترفع بنيانا لترفع المصلية عند الله منزلة وجائزة ومنحة وفضلا قال الله جل وعلا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير الحساب إنها الصلاة التي ترتبط بالحياة كلها كما تأمننا في هذه المعطات السريعة كما تأمننا في هذه المواقف البسيطة كما تأمننا في هذه الوقفات المتعددة وقد يقول قائل الخشوع في الصلاة هل يستطيعه أحد كل أحد يجتهد في الخشوع لابد أن يخشع لأن الله سبحانه وتعالى محال أرحم الراحمين أن يكلف عباده أمرا لا يطيقونه وهو القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومع ذلك ربنا جل وعليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من اجتهد ليقشع فإن الله سيوفقه لذلك ويقشع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يسعى إليه أن يتهيأ لذلك أن يحفظ لسانه قبل الصلاة من الصلاة والغيبة والنميمة لأن الله جل وعلا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون البعض يقول الخشوع صعب الخشوع ليس صعب بحال من الأحوال في بداية الأمر ربما يكون ذلك لكن الإنسان إذا اجتهد بين إليه ربه وأقبل مولاه وأقبل على الله جل وعلا صادقا فإن بينه وبين ربه وأولاه موعد وعد قال الله جل وعلا إذا تقرب عبده مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيت وهرولا وإبليس عليه لعنة الله يدرك أن الصلاة هي المحور الأساسي في الحياة فجعل جدا من جنوده له خاصية الصلاة فقط شغله الشاغل ليشغل الناس في صلاتهم هذا إذا كان إبليس إبليس كأنه يؤمن بالتخصص أخصص هذا الشيطان اسمه خنزة هذا شيطان الصلاة جعله إبليس تخصصه في الصلاة يحاول أن يشغل المصلين في صلاتهم لكنه يبقى الشيطان ضعيفا بكل صوره لخبر المولى جل في علاه إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولابد أن ندرك بقدر ما ينجح خنزم هذا جند إبليس بقدر ما ينجح خنزم في صلاتنا بقدر ما يهدم من قيم في أخلاقنا وسلوكنا إن الصلاة صناعة حياة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والموكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إذن الصلاة تصنع حياتنا كلها بفضل الله جل وعلا حينما يقبل العبد من خلال قلب حاضر وعقل حاضر وخشوع لا بد أن يحصل لأن الله جل وعلا أخبرنا بأن العبد المؤمن يستطيع الغشوع بخارب المولى جل في علاه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قد نقشع في الصلاة بنصف خمسين في المية ثم في الستين ثم في السبعين ثم أكثر من ذلك فيصبح الشعار بعد ذلك كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفعه أرحنا بها يا بلال وليس أرحنا منها يا بلال إن في الصلاة لذة كما يقول الصالحون إنني أحدث نفسي قبل أن أحدثكم ليس معنا ذلك أنني بلغت ما بلغت لا أبدا والله الحديثني قبل أن يكون لكم لندرك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائد عمله لأن الصلاة تصنع الفرد صناعة ربانية تصنع الفرد صناعة عظيمة إلهية تقربه من الله جل وعلا تصنعه قلبا تصنعه جلسنا تصنعه عقلا تستعنه تصحيحا تصنعه علاقة ثم بعد ذلك تصنعه كسبا وكدحا ليعيش ذلك المنتج في مجتمعه أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وإلى لقاه قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودايعه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحب أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريقي كي أراه يطيب وللطريقي كي أراه يطيب